لذا لكن كان الشرطة تطف ومنعتنا أن نخرج فطبعاً حصلت مشادة وحصل طبعاً بعض الاضطرابات بيننا وبين الشرطة نتيجة لذلك أنا و16 الطالب ثلاث بنات وكلنا حوالي 16 فصلتنا الجامعة الأمريكية طبعاً خرجنا خرجت من البيت خلاص ووضعني الطلاب عند عائلة فلسطينية أدام ببينما يأتي الطلب من القاهرة أنه قبلنا فالسفارة طبعاً أرسلت هذا الطلب إلى القاهرة بقينا فترة نجتمع في الليل الطلبة ونختلف بالنار وإجاء الطلب في جامعاتنا فسافرنا من القاهرة إلى بيروت إلى القاهرة بدأت العمل في صوت العرب وأعلنت برنامج خلال فلسطين في صوت العرب وعدة سنوات وأنا أقدم هذا البرنامج وكذلك في الصحافة بدأت وضعفت الصحافة في القاهرة طبعاً بعد أن تزوجت وصاب إلى البيت وكذا لا أستطيع أن أبقى هكذا فكرت في دعية مرة إلى مؤتمن للأطباء فالأطباء